قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط طور وينسلند قال إن المدنيين في غزة لا يزالون يعانون يومياً من ويلات الحرب وسط الرعب والنزوح والمعاناة دعا المسؤول الأممي لضرورة وقف إطلاق النار مؤكداً التزام الأمم المتحدة بمساندة كفة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف كما أكد مكتب الأمم المتحدة لحق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن النازحين يواجهون رعباً لا يصف بعد عشرة أشهر من العدوان الإسرائيلي ونزوح القصري المتعدد والمستمر وسنكر مكتب الأمم المتحدة المزعمة الإسرائيلية حول وجود جماعات مسلحة فلسطينية في المدارس التي تأوي نازحين كمبرر لقصفها مؤكداً أن الهجوم الإسرائيلي يشكل انتهاك للقانون الدولي الإنسانية لا تساعد هذه الأمم المتحدة لتساعدة المتحدة لتساعدة المتحدة أي سلوش يواجهون ربماً موسيقى 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 موسيقى